عايزة اتوقف مع حضرتك على الموقف المصري احترافية الموقف المصري منذ اللحظة الاولى من الازمة مصر يمكن من اوائل الدول اللي على طول طلعت وقالت انها ضد التهجير حذرت من تمدد الصراع من اول لحظة من اول ثانية بعد كده اتبنى عليها مواقف اخرى زي مثلا قمة القاهرة للسلام مشت في نفس السكة قمة الرياض في بيانها نفس الكلام منذ اللحظة الاولى والموقف المصري واضح وصريح وبني عليه الكثير من المواقف العربية والاقليمية والعالمية مصر اول دولة ادرت بعد الاحداث مباشرة بعد اندلاع الازمة تجمع 31 دولة ومنظمات دول شرق اوسطية دول اوروبية كندا امريكا روسيا عملت موقف رافض للحرب داعم لدخول المساعدات مؤكد على حل الدولتين وفي ظل يعني كل هذا الموقف بنجد من يزايد على الدور المصري يعني المزايدون لان ينتهوا من الدور المصري ومصر كبيرة وعشان كده طبيعا الناس تزايد عليها من وجهة نظر يعني طبيعا الناس تزايد عليها وطبيعا الناس تستهدفها لان ما فيش حد صغير حد بيستهدفه لكن هناك ردود على المزايدين لانهم بصراحة في احيان زودوها موقف زي مصر زي محررتك من اليوم الاول موقف واضح موقف صريح موقف داعم للقضية الفلسطينية موقف رافض لتصفية القضية سواء على حساب مصر او على حساب غيرها موقف بيسير في عدة نواحي النواحي الإنسانية من خلال تقديم الدعم سواء الدعم المساعدات او الدعم الأدوية واخيرا خلال ايام الماضية هو استقبال المرضى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية وعلاجهم في المستشفيات المصرية وبنقول ان دا مش فضل ولا منا على الفلسطين دا واجب على مصر وواجب واضح ويعني زيان بيقولوا لو العيانين دول لو ما شريتهمش الارض نشيلهم على دماغنا لكن فكرة تهجير والنزوح وتصفية القضية دي فكرة غير مقبولة حتى النهاردة طلعت وزيرة الاستقبارات الإسرائيلية تتحدث عن نزوح الفلسطينيين في اي مكان في العالم وهو امر ايضا ترفضه مصر يعني مصر ترفض نزوح الفلسطينيين سواء الى مصر او الى اي مكان في العالم هتبقى ارض بلا شعب قضية تتصفق هيبقى شعب بلا ارض ما فيش قضية وما فيش شعب يعني ولا هيبقى فيش شعب ولا فيه ارض قلاص ما بقاش فيه قضية فده امر غريب وامر صعب لكن مصر كمان خلينا نفكر الناس اللي بتزايد ان مصر رفضت خروج الاجانب اللي بدخول المساعدات صحيح مصر رفضت لقاء بايدن في الاردن بعد ما حدث في مستشفى المعداني مصر على مدى الايام من يوم 7 اكتوبر حتى الان الرئيس المصري التقى وتواصل تلفونيا او عبر زوم مع تقريبا معظم قادة العالم المؤسرين من اجل فتح ما يحدث في غزة لان للأسف الاعلام الغربي واسرائيل كذبوا كذيس سيرا عن الناس وقدموا نفسهم كمظلومين او غير ذلك والحقيقة غير كده ما يحدث في غزة هو حرب ابادة شاملة تفتقد لمعايير الانسانية ولكل قيم او لكل تقاليد القانون الدولي ولا حتى الاتفاقيات الدولية وشوفنا الافكار الشازة التي تخرج من الاسرائيل يعني مرة بعد اقرأ مرة اللي يطالب بقبلنا وهي الدار بغزة وزير اسرائيلي مرة ايضا من يطالب بنزحهم وتهجرهم الى اي دولة في العالم ومن يطالب بتهجرهم الى سينة كلها افكار شازة تخرج من قادة اسرائيليين فقدوا سوابهم ويشعرون انهم فقدوا مقاعدهم وبالتالي يبزلون اي جهد اللي البقاء على مقاعدهم بعد ما حدث فيهم خلال 7 اكتوبر اللي نقول ما ما نقول لك ان المقاومة الفلسطينية نكحت في 7 اكتوبر ان هي تهدم نظرية الامن الاسرائيلي تهدم فكرة ان الامن الاسرائيلي لا يستطيع احد الاقتراب منه او القبة الحدية او غير ذلك فكل دا يدل على ان الموقف المصري واضح موقف المصري صريح الموقف المصري مع القضية الفلسطينية قلبا وقلبا واحنا شوفنا حتى الرئيس في القمة الرياض احنا عايزين واقف لاطلاق النار بلا شروط تسعى يعني بهذا الجانب الانساني هناك ايضا جانب دبلوماسي وسياسي للرئيس والخارجية والاجهزة المصرية في سواء التوصل لهدنة سواء ما تم في الامام المتحدة ما تم في مجلس الامن كلها مصر تشارك فيها بشكل او باخر لكشف ملابسات ما يحدث في غزة وعمل يعني زي لوبي لدفاع عن غزة وفتح ما تفعله اسرائيل في غزة